أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين هنتكلم أكتر عن مباراة الجونة والنادي الأهلي هذه المباراة التي فاز فيها النادي الأهلي بهدفين مقابل لشيء في الديئة أو بدأت المباراة بالنسبة لنا في الديئة السبعين منذ هدف النادي الأهلي الأول خليني أبدأ بكريم سعيد يقول لنا إلا حصل في هذه المباراة من هذا الموقع نصحت كتير بيتس موسماني في التلت الأخير من فترة معنادي الأهلي أنه يلعب تلت أربعة ثلاثة حفاظاً على لعبة النادي الأهلي التي ستساعدهم في تقليل الجهد البدني المبزول في طريقة أربعة ثلاثة واحد المجهدة وأنه إحنا اتفقنا أن علي معلول وأكرم توفيق أو محمد هاني أو حتى كريم فؤاد دول إحنا بنعتبرهم في النادي الأهلي صناع لعب وليسوا مدافعين فقط حصل اللي حصل وجرد اللي جرى رحنا المغرب وتغلبنا وارجعنا وضيعنا سبع نقاط في الدوري وأي أن كان اللي حصل سوارش لن أحكم عليه خالص حالياً وفي وجهة نظر الشخصية من المبكر جداً جداً كابتن إسلام أننا نقول أن الراجل ظهرت أي بوادر عنده ولكن الراجل شاف حاجة واحدة كويسة في مباراة فاينال إزا مالك أن أفضل فتراتنا في المباراة الحبة اللي لعبنا فيها 3-4-3 وبالتالي رح قرر تماماً في مماتش الجونة أنه يلعب بالطريقة دي لبدة 90 دقيقة كاملة لعب بيها هو 0-0 لعب بيها في شبتاشه الثاني هو لسه متأخر أن هو يجيب الهدف لعب بيها هو متقدم 1-0 ولعب بيها هو متقدم 2-0 وبالتالي بدأ الراجل يفهم أن دي الطريقة الوحيدة اللي تخليني أوقف لعبتي على رجليها في الملعب نشوف بداية ماتش الجونة والنادي الأهلي بيلعب 3-4-3 ومستر مانو الجوزي كان له مقولة حلوة قوي بيقول لك فيه 12 فريق في الدوري كده هو هتلعبهم بيه سيستم واحد مش محتاج تعمل أي سكاوتنج ليهم ولا تحللهم إن كلهم بيلعبوا 6-3-1 ويلعب حجمات مرتد ده بالضبط الشكل بتاع النادي الأهلي قدام نادي الجونة 3 في الخلف وبالتالي عام للك تأمين دي فعلا نكامل اللعب ونشوف النادي الأهلي بيدرج الكورة عشان نوصل للشكل اللي هلعبنا به نادي الجونة ويرصت الستة 3-1 مش هتفرق بقى اللي مسك الجونة كابتان مصطفى كابتان داشحاتة كابتان لعط يوسف كله مدام النهاردة بيلعب النادي الأهلي هيلعب بستة 3-1 وبالتالي النادي الأهلي في الحتة دي هنلاقيه دايما محتاج إن أفشا ينزي كبلاي ميكر ويخش في قلب الملعب وعلى طول كريم فؤاد هو اللي بيفتح الملعب وبيعمل دور الجناح ده بشكل عام الطريقة بتاعي طيب نبص بقى لبعض النقاط اللي كانت عامل لنا مشكلة في نص الملعب وهي إن الطريقة دي بتحتاج تحرق بدون كرة كتير نبص الكرة على الحمد فاتحي على طول بقول للناس حد يظهر لي حد يظهر لي حد يظهر لي يا ما حد يظهر لي هو بيشاور بيدو ليه إن الطريقة دي بحتاجة إن اللعبة تظهر لبعضها كتير وطبعا الحتة دي فيها شك كبير بدني إن اللعبة مش قادرة وبالتالي سعاب بيتأخر التحرق بدون كرة وبالتالي بنضطر إن إحنا نقعد ندور الكرة كل شوية لإن اللعبة على طول كلها جارية لتالت ملعب الجونة مستنيين الكرة الطولية لكن في الطريقة دي مش حابين نلعب كرة الطولية كتير ولكن الأمر ده هياخد شوية وقت تاني هجمة أخرى الكرة في محاب دي المنعم رمي ربيعة هنشوف هنا برضو الكرة معاه وطبعا ما فيش حد يظهر له خالص كله منطلق لنص ملعب نادي الجونة ومستني الكرة الطولية ونشوف إشارة رمي الربيعة شبيهة باللي عملها حمدي فاتحي يا جماعة حد ينزل هنا لما لايش حد ينزل بدأ يدور الكرة من أول وجديد فبالتالي اختيار ثلاثة أربعة ثلاثة سليم تماما وأتمنى إن إحنا نستمر عليه لنهاية الموسم نقطة واحدة بس إن إحنا محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نتضرف شوية على قد ما نقدر طبعا حسب كدراتنا البدنية إن إحنا نحاول نتحرك بدون كرة عشان نقدر نخلق فرص من بداية المباراة في وجهة نظر كامل الإسلام إذا النادي الأهل إن شاء الله قدر إن هو يتقدم في النتيجة من بداية المباراة في مباراة فيوتشر لما بتلعب بتلات مدافعين كل ما بيبقى بيلعب بقدمه اليسرى كل ما يكون أفضل بيديك ميزة لأن رجله بتبقى أو هو بيبقى مواجه لعمق الملعب يقدر يعمل لك التمريرات الطلية بيدي أريحية كبيرة جدا لعلي معلول وبيوفر له المجهود البدني كمان الباكرايت بتاعهم بيبقى بيغطي يعني بيتقدم فبيبقى فيه مساحة في ظهره دايما بص هنا برضو تعالنا نتفرج على الجنة اللي هو بتاعنادي الأهل اللي جي فاول كان بدايته إزاي؟ هنا معلول طبعا بيتحاول لقدام يعتبر جناح يعني بالناس كتير شايفة جناح عشان خاطر أيمن أشرف هو اللي في ظهره بصوا الكرة تجميع اللعبة في الجنب ده هنا أيمن أشرف وراءه هنا معلول هنا صلاح محصن هنا أفشة فالجابها دي بقت جابها قوية جدا بتواجد أيمن أشرف ليه لأنه زي ما قلت أنه هو بيلعب دايما بقدم اليسرى ودي الكرة اللي جي منها الفاول اللي هي جي منها اللي احنا قدرنا أن نحنا نسجل من خلالها فده هنا وجود أيمن أشرف أنا شايفه ميزة في الحتة دي بصراحة أيمن دايمن كمان أيمن كرته حلو قوي عنده التمريرات الطولية من وراء دي أكبر ميزة في أيمن أشرف التمريرات الطولية والتمريرات القصيرة طبعا نكمل ده الهدف اللي جي منه وده من التكلم برضو أن التفاصيل الصغيرة الدربات السابتة دي حل مهم جدا في المباراة اللي جاية دي كلها أنت ممكن آمد ما بتمرانش طبعا دي 2 متر و3 من 10 فارتقاء ربيعة كان هيل جدا وواحد برضو من المكاسب في المباراة دي ولازم ياخد الدعم والثقة في الفترة الجاية لأنه واحد من المكاسب وعنده خبرات طب إيه لعيب في الطريقة دي أو إيه لعيب المشكلة اللي كانت عاملنا مشكلة في الشرط الأول هو النقطة اللي الكلم فيها كريم كمان السبب الرئيسي فيها كريم تواجد أفشا نحي تليمين أنت النهاردة بص اللعيبة بتجمع لعب في مساحة كبيرة جدا في وسط الملعب مفيش غير السلية أفشا موجود نحي تليمين ده مش مش الحتة مش على عدلته لا بس ممكن يخش عنده الحرين هو يخش جوا ملعب بيخش بس قليل جدا هنا هو بيحاول يخش عايز يخش بس هو دوره طول ما أفشا محطوط نحي تليمين مش هتاخد منه حاجة من الآخر أفشا هتاخد منه طول ما هو في عمق الملعب حتى في الشرط الثاني أفشا راح ارتكاس بعد إصابة السلية قدرنا أن نحنا نسجل وشكلنا بقى أفضل أنا بشوف أن في طريق 3-4-3 دي أيمن أشرف مساك مميز جدا في الحتة دي نحية الشمال والحينة بص أفشا داخل فين داخل في العمق هتاخد منه التمرير على طول تمرير المعلوم أفشا تحطه في العمق هتاخد منه أحسن حاجة أفشا مظلوم نحية اليمين في حتة اليمين لأنه بدنيا مش جاهز الحاجة الثانية مش على عدلته أفشا لما راح الشرط الثاني بعد إصابة عمرو السلية جنب حمدي فاتحي قدر ند شكلنا يتغير حتى في مباراة الزمالك في الشرط الثاني لما لعب ارتكاس في الحتة دي قدر تصنع يبقى فيه صناعة لعب من العمق بيغير لك الشكل فهنا الميزة زي ما قلت تواجد أيمن أشرف العيب بس هو تواجد أفشا نحية اليمين وهنا برضو الراجل عشان ناقص الأجنحة النقطة اللي تكلمنا فيها حسين الشحات مش موجود طاير مش موجود بيرستاو مش موجود عودة بيرستاو في الوقت القريب بإذن الله هتفرق كتير قوي في الطريقة دي بيرستاو وأكرم توفيق في ناحية اليمين هتفرق كتير جدا واحدة بقى من النقطة الإيجابية جدا جدا كالتنسان في دريل 3-4-3 إن هي أمنت تماما للنادي الأهلي المساحات خلف الظاهرين سواء عالي معلول أو كالين فؤاد طمح ابن الكاني عامو برات الجونة شوفنا مثلا أشرف بن شرقي عمل علينا 45 دقيقة قوية جدا في ماتش فاينال الكاس لأنه واضح جدا بيرعب على محمد هاني لوحده لأن طريقة 4-3-2-1 حتى إيفن لو حطيت فيها خمسة في نص الملعب حيفضل على الأطراف عندك أزمة في مركز الفول باك صعب جدا لحد يرجع يساعده تعالنا بص كده نشوف نادي الجونة عارفين نادي الجونة خلط بيخطف الكرة في الهجمة المرتدة ويلعب وراء علي معلول نبص على المساحات وراء علي معلول هنا هو ارتداد لعبنا الأهلي كريم طارق طبعا جناح مميز وسريع شوف هنا في بلوك في أربعة في عمك الملعب اتنين بسم اللاعب الجونة وبالتالي فرصة إن الكرة العرضية دي تعمل خطورة على مرمى محمد الشناوي تقريبا تكاد تكون مستحيلة نكمل الفيديو ونشوف كريم طارق هيلعب الكرة العرضية هتروح خارج الملعب ونفيش منها اي خطورة على مرمى محمد الشناوي فعلا الخمسة وربعين ديولة ضمن الجونة مفيش اي شيء تاني الكرة بتتخطف وندي الأهلي معرض لهذا الامر هتتلعب وراء علي معلول بيشاور لياسب راهيم أمن ضهري أمن ضهري عشان ده ممكن ينطلق من وراي وبالفعل الكرة بتتلعب ياسب راهيم بيشوف إشارة علي معلول بيروح يأمن الكرة وخلاص شكرا الهجمة بتضيع تاني من ناحية كريم فؤاد كرة هيبدأ نادي الجونة حاول يخترق الجبهة دي وبيحصل مراوغة طبعا أوكي لكن هتروح فين مافيش عندك أي مساحة لان خلاص تم تقفل الجبهة دي وتم تقفل عمك الملعب وبالتالي صغرت النادي الأهلي كان المنافسين بيستغلوها نادي المصر استغلها نادي الجيش استغلها نادي السرمايج استغلها نادي الزمالك نفسه استغلها اي نادي ب配راميز استغلanting اي نادي بحاجة كراوي بالنادي الأهلي ما عندهش غير منفذ واحد. المساحة لخلف الظاهرين. وبالتالي طريق الثلاثة البعض ثلاثة بتقلل من الخطورة دي بشكل كبير. واخر حاجة يا احمد. اخر حاجة بصراحة عجبني او حسام حسن. وانا شايف واحد من المكاسب الفترة الجاية. بقال له الحقيقة تلاتة اربعة متشاط بيؤدي بشكل جاد. على الاقل بيبزل مجهوز. ثانية واحدة وقف هنا. عشان تحكم دايما على المهاجم. مش مجرد ان هو بيطع في ظهر المدافعين. لا. بص تحرك المهاجم في استلامه بين الخطوط. بص حسام حسن هنا. انا بتكلم في تحرك مهاجم. مهاجم صح. يعني بيتحرك صح. احد تحركات المهاجم المطلوبة ان هو يتحرك بين الخطوط بالشكل ده. ويسحب مع المدافعين. كمل. بص حسام حسن هنا هيعمل ايه. نفس الفكرة برضو. هتلاقي حسام حسن نازل بين الخطوط بينزل يستلم. وبعد كده هيروح يكمل كمان في ظهر. ادي بص حسام حسن هنا جرى ثمانية وتلاتين متر. بدأ يتحرك نحية اليمين. عشان يتحرك دي الحركة الثانية اللي بتكلم فيها. اللي هي ايه. بيتحرك بين المساك والباك. اذا ده مهاجم عنده تحرك بين الخطوط. وعنده تحرك بين المساك والباك. دي تحركات المهاجم. عشان تحكم على مهاجم. بص على تحركاته. بص كمل. حسام بيجيب مستوى. اه صحيح تحس ان هو لسه مش في التمية في المية. بس مع التهديف والثقة والحاجات دي. بص الترقيسة بالاسيست اللي بيحطه او بالفرصة اللي بيصنعها. هنا حسام حسن ممتاز. الفرصة التانية هاتها برضو اللي عملها حسام حسن. يعني التحركات مهاجم. التحرك التاني برضو القطع على القائم القريب. عشان احكم على مهاجم لازم ابص على تحركه. هنا حسام برضو في الفرصة التانية هتلاقيه. هات اللعبة التانية هيبص. هنا حسام بيطلب الكرة بين الايه. بين المساك والباك. تحركاته جيدة جدا. بيتحرك كويس وهداف ومقاتل وبيمارس الضغط بشكل كويس جدا بصراحة بس لسه مش فت 100% لو بقى فت 100% وبدأ يجيب أهداف هتلاقي حسام دخل في الفورما أكتر هتلاقي ده بقى إن شاء الله يبقى مهاجم واحد من مهاجم مصري الأول إن شاء الله لأن احنا محتاجين حسام في الفترة الجاة دي خاصة بعد إصابة محمد شريف لنهاية الموسم فأنت ما عندك شغل حسام وعندك صلاح محصن يعتبر البديل بتاعه تمام كل التوفيق يا رب إن شاء الله خلال الفترة القادمة للنادي الأهلي عندنا مباراة يوم الأربع بكرة إن شاء الله سيكون عندنا كلام أكتر عن مباراة المقص يوم الأربع القادم ولكن الحمد لله البداية في مباراة الجونة بداية جيدة الشوت الأول برضو ننسى شوية يمكن بداية من الـ 25 ديال الأخيرة أعتقد النادي الأهلي قد بشكل جيد أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أحمد على وجودكم معنا أنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من البيت الكبير انتظرونا إن شاء الله بكرة في تمام الساعة العاشر أشوفكم على حين